موسيقى على مستوى إنجلترا ما بين المان يونيتد وليبربول على المستوى الإيطالي كان فيه الإنتر مع اليوفينتوس وكمان على مستوى الدوري الفرنسي والديربي القوي والكلاسيك الرائع للدوري الفرنسي ما بين باريس سان جيرمان ومارسل خلينا نتكلم أكيد وكل الناس مش أنا بس كل السوشيال الميديا وكل البرامج الرياضية مش في مصر بس لكن في العالم كله بيتكلموا عن ده إجيب شان كينغ بطلنا محمد صلاح بصراحة يعني زي ما بيقولوا والناس كلها بيقول خلص الكلام أو خلص الكلام محمد صلاح أنا حقده في جزئية تانية خالص بعيدا عن الأرقام القياسية بعيدا عن الأداء الرائع هتكلم في جزئية اللي أنا عاشتها اللي أنا عاشتها من خلال مشوار احترافي في أوروبا والتحديات اللي يمكن اللي الناس ما بتشوفهاش الناس بتشوف محمد صلاح بيتقلق في المباريات بيقصر أرقام قياسية بيكون أفضل لعب في العالم خلينا أكلم حضراتكو في أن محمد صلاح هذا المشوار الرائع كان مشوار مليء بالتضحيات الكبيرة جدا 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 اللي أنا عاشته هناك في ألمانيا وعاشته في أوروبا إنك عندك تحديات مش على مستوى المباريات بس لكن عندك تحديات كبيرة جدا جدا وكلها نجح فيها محمد صلاح أولا تحديات على مستوى المعيشة على مستوى اللغة تحديات على مستوى التدريب اليومي تحديات على مستوى اللعيبة اللي بتلعب معاك لأن فيه نجوم كبار بيلعبوا مع محمد صلاح التحديات دي كل التحديات دي نجح فيها محمد صلاح بامتياز على مستوى المعيشة على مستوى اللغة محمد صلاح ما شاء الله بيعمل انترفيو يعني بيكلم انجلش يعني ما شاء الله كويس او ده مهم جدا صدقوني في عالم الاحتراف انك بتخش بشخصية بتتكلم لغة البلد اللي انت بتلعب فيها محمد صلاح بيتواصل بشكل كبير جدا جدا مع المجتمع ده جزء من نجاح منظومة احترافية جزء مهم جدا ويمكن انا عشت الجزئية دي بشكل كبير وحضراتكم عارفين يمكن فيه لعيبة كتيرة جدا مصرية على مستوى عالي جدا من الفنيات لكن عندها قصور في هذه الناحية انه هو مش قادر يتأقلم مع المجتمع اللي بيعيش فيه الجزء التاني كمان على مستوى الميديا انت بتتعامل مع يمكن وحضراتكم وانا عشت الكلام ده الميديا برا يعني صعبة جدا النقد الرياضي صعب جدا لعبت كورة القدم لما كنتش بتقدم مستوىات رائعة ومستوىات على مستوى سابق لي سنين طويلة بتلاقي يعني نقد لازع جدا 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 ومحمد صلاح بر مر بالتجربة دي من خلال اداءه مع نادي تشيلس على مستوى التحديات مع النجوم اللي انت بتلعب معها محمد صلاح اعتقد خلاص دلوقتي وصل انه هو خلاص نجح في هذا التحدي انه بيتحدى زملائه بيتحدى نفسه بيتحدى كمان بنتكلم في تحديات على مستوى انك تقنع جماهيرك وتقنع اللعيبة اللي بتلعب معاك ومدربك وإدارتك انك جدير بهذا الاحترام وانك لعيب بنكهة مميزة ده كمان تحدي كمان على مستوى التحديات زي ما بقول لحضراتكم ان كل يوم لازم تثبت انك لعيب كبير كل يوم في التدريب عملية عملية التركيز عملية الالتزام وده مهم جدا عملية الالتزام مواعيدك في تدريبك في تعاملك مع زميلك مع جماهيرك مع الادارة كل دي تحديات محمد صلاح نجح فيها بامتياز زي ما بنقول ان كمان ان محمد صلاح بيقدم صورة جيدا جدا على مستوى صمعة اللعيب المصري واللعيب العربي خلي بالكو كمان الابواب بتتفتح لنجمنا ان شاء الله اللي في الطريق ان محمد صلاح بيفتح الطريق في البريميال ليج لللعيب المصري ده مهم جدا دي رسالة مهمة جدا جدا ان دلوقتي كمان صمعة اللعيب المصري لما يجي احد الاندية في مستوى البريميال ليج يقول لك انا اتعاقد مع لعيب مصري هتعاقد ليه مع لعيب مصري عشان عندنا نموذج ناجح ونموذج وصل للبريفيكشن او الكمال في الاداء الاحترافي اسمه محمد صلاح على المستوى زي ما بقول له حضراتكو كمان انا بتكلم من خلال كمان تجربتي يمكن الطويلة في اوروبا لكن محمد صلاح زي ما بقول له كل التحديات اللي كلمت عليها تحديات كبيرة جدا خدت من محمد صلاح اكيد خدت منه مجهود كبير جدا الاكبر من كده التحديات على مستوى النفس على مستوى محمد صلاح نفسه كلمت على تحديات كتير في اطار الاحترافية لكن جزء مهم جدا جدا الكراكتر شخصية محمد صلاح النوم اولا بيشتغل على نفسه بشكل اكتر من رائع على المستوى البدني وعلى المستوى الفني لكن كمان برا الملعب الاحتراف بس مش هو المستطيل الاخضر الاحتراف اكبر من كده بكتير على مستوى التعامل مع المجتمع على مستوى كمان التعامل مع الجماهير على مستوى كمان التعامل مع نفسك انت بترتب اوراقك برا الملعب بشكل احترافي بنتكلم على انه هو في منظومة محمد صلاح خلقها النفس وماشى عليها بنظام معين بنتكلم على كمان التعامل مع الادارة التعامل مع النادي وده اللي وضح جدا جدا يمكن في الجزائر اللي هتكلم فيه مع حضراتكو كمان جزائر مهمة جدا مستقبل محمد صلاح مع ليفر بول هيكون ايه؟ التعاقد مع محمد صلاح هيتم بقاني شكل هل بشكل طلبات محمد صلاح هل بشكل ليفر بول هل بشكل بعض النقاط اللي بيتكلموا في انجلترا على تعاقد محمد صلاح قد يثير أزمات في ليفر بول هشرح هشرح مع حضراتكو الموضوع ده ده ان ده موضوع كمان مهم جدا جدا لازم حضراتكو تعرفوه لكن خلينا نتكلم بكل امانة مشوار محمد صلاح وجود محمد صلاح بقى علامة بارزة مش في ليفر بول بس لكن في الكرة الانجليزية محمد صلاح وعشاقه على مستوى ليفر بول اشتركوا في القناة ده حضراتكو الردود الأفعال اللي كنت بتكلم عليه التحديات اللي كسبها محمد صلاح على مستوى الجماهير ازاي قدر بالتزامه وازاي قدر بقدراته وازاي قدر بتحطيمه لأرقام القياسية والتعامل بشكل كبير جدا مع السوشيال ميديا ومع جماهير ليفر بول فهذا الحب الكبير جدا مش جماهير مصر بس ولا ولا افريقيا ولا العرب لكن كمان على مستوى جماهير ليفر بول النهاردة صلاح كمان كتب عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي يعني وبيقول مع هذا الفريق طبعا يقصد ليفر بول الفوز يجب ان يكون خيارنا الوحيد وكمان يمكن محمد صلاح ارفق كده يمكن مع الرسالة صور من احتفالاته طبعا باهدافه خلال طبعا المباراة امام المان يونايتد طبعا فضلا عن كمان خروجه بكرة الهاتريك وكان حريص جدا ياخد هذه الكرة لانها فعلا كرة بيتمثل ليه يعني التاريخ كبير جدا ان محمد صلاح اول لاعب فيه التاريخ بحقق سلسية في الالد ويتفورد على مستوى كمان يونايتد يمكن محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكو بيهز شباك المان يونايتد بثلاث اهداف وعمل السست في الهدف الاول النبي كايتا ويمكن محمد صلاح كمان انفرض زي ما بقول لحضراتكو بصدارة هدافي البريميان ليج يعني بعد طبعا ما وصل لرقم عشرة في تسجيله الاهداف ويعني جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي اللي عنده سبع اهداف محمد صلاح زي ما بقول لحضراتكو يعني على المستوى تحتيم الارقام على مستوى الاداء يعني بقى هو يعني سبب وسعادة الشعب المصري بشكل كبير جدا كلنا سعداء بما يقدم محمد صلاح وان شاء الله في استمرارية استمرارية دي في ليفربول عايز اقول لحضراتكو كمان من خلال خبرتي هناك في اوروبا عملية التعاقد انا هتكلم من ثلاث محاور المحور الاول هو محور اللاعب نفسه محمد صلاح محمد صلاح اعتقد هو لعب الدور بزكاء شديد جدا جدا محمد صلاح يمكن في الانترفيو في خلال الاسابيع اللي فاتت من خلال وسائل الاعلام بيسألوه عن مستقبله مع ليفربول هو بكل قوة وبكل ثقة قال ان انا اتمنى ان انهي مشوار الاحترافي في هذا النادي وانه سعيد جدا جدا بتواجده في ليفربول وكده يبقى محمد صلاح رمى كورة في ملعب ليفربول ده على مستوى اللاعب طيب على مستوى ليفربول خلينا اتكلم مع حضراتكو الامور بتختلف في عالم الاحتراف الحقيقي من خلال التعاقد مع اللاعب ليفربول عايز اقول لحضراتكو مش هو المان سيتي مش هو تشيلسي مش هو باريس سان جيرمان كل نادي فيه خاصة في البريمال ليج ليه هواية مختلف وليه سبونسر مختلف وليه يعني مالك مختلف فليفربول خلال السنوات اللي فاتوا حضراتكو ما تشوفوش انه اشترى لاعب بمئة مليون او مئة وعشرين مليون او حتى الترانسفير اللي فاتت كان من اقل الاندال اللي صرفت لاستخدام لعيبة جدد في هذا الفريق وبالتالي انا حشى لحضراتكو ازاي عملية التفاوض في تجديد العقود بتتم هناك في اربا فيه ناس بتفكر على مستوى الفلوس على مستوى طبعا الطلبات اللي بيطلبها محمد صلاح ويمكن فريق الاعداد كمان عندنا لستة بيمكن العشر او حداشر لعيب في ليفربول بيتخادوا كام لكن خلينا اتكلم حضراتكو على نقطة داية انه هما بيبصوا العقد محمد صلاح دلوقتي ومتطلبات محمد صلاح او طلبات محمد صلاح لتجديد اتعاق بيبصوا لها ناحية حسابية اولا بيقولك محمد صلاح ممكن يكون بيطلب برمعمائة الف جني سترليني اسبوعين وبالتالي لتجديد العقد اربع سنين دا ممكن يكلف خزينة النادي حوالي من مية لمائة وعشرين مليون باوند او مليون جنيه سترليني مية وعشرين مليون فبيقولك انا ممكن جدا هو من المتاح دلوقتي بنجومية وقدرات محمد صلاح يكلفني من مية لمائة وعشرين مليون جنيه سترليني. دي جزائي الناس بتفكر فيها زي ما بقول لحضراتكم عملية التعاقد مش بس يعني آه حنجدد العقد ويلا نمضي الكلام ده مش موجود في أوروبا. لكن عملية معقدة جدا عملية لها محاور كتيرة جدا أكيد على أولا مستوى الأداء وده اللي بقدمه محمد صلاح بشكل أكتر من رائع. على المستوى كمان العمر على المستوى السني ده مهم جدا وبيتاخد في الاعتبار. وخلي كمان أتكلم مع حضراتكم على ردود الأفعال في الدريسنج روم. يعني تجديد محمد صلاح بطلبات محمد صلاح. أنا كل ده بتكلم من وجهة نظر ليفر بول. تكلمت على وجهة نظر محمد صلاح اللي قدرها باحترافية كبيرة وقال لك أنا أتمنى أن أنا أتواجد في ليفر بول لنهاية نشواري. ده كان موقف محمد صلاح. لكن وجهة نظر ليفر بول فيه اللي بقول لحضراتكم المحاور ديت اللي بقول لحضراتكم عليها ودي محاور فعلا تعاقد مع إدارة محترفة. الجزء كمان زي ما بقول لحضراتكم الدريسنج روم. الدريسنج روم مهم جدا أنه كمان عندهم لعيبة لعيبة كبار. بنتكلم عن فاندايك. بنتكلم على ساد يومانيه. بنتكلم على أرنود. بنتكلم على لعيبة كتيرة جدا جدا. وارد خلال السنوات اللي جاية أو الأيام اللي جاية يكون عندهم كمان فرصة للتعاقد أو تجديد العود. وبالتالي نظرة القائمين على تعاقد مع محمد صلاح في ليبر بول بيبصوا لهذه المحاور. هنجدد لصلاح بكل طلباته دي. لما يجي الدور على سادي ومانيه. لما يجي الدور على فاندايك. وبالتالي المحاور اللي بقول لحضراتكم دي. عليها محاور مهمة جدا جدا. من خلال مشوار التفاوض في تجديد تعاقد مع محمد صلاح. لكن في النهاية أنا بتكلم بكل أمانة. في النهاية إن من وجهة نظر الشخصية أن محمد صلاح. زي ما بيقولوا كده. يعني الناس تقعد معاه واللي عايزه محمد صلاح يجاب. ليه بقول كده؟ أنا بقول كده من وجهة نظري على مستوى الفني على مستوى ده محمد صلاح. التفاوض مع أفضل لاعب في العالم لازم يكون بهذا المستوى. لكن زي ما بقول لحضراتكم جزء العاطفة بيتشال إلى حد ما في عملية التفاوض مع تجديد العود. عملية فيها عمليات محاور كتيرة جدا. يمكن ذكرت لحضراتكم 3-4 محاور. وزي ما بقول لحضراتكم يمكن إحنا كمصريين نتمنى أن محمد صلاح كمان يجدد تعقده في ليبربول. لأسباب عديدة شفناها. قد إيه هو عنده ثقة في نفسه. قد إيه أن البريميال ليج يناسب محمد صلاح. وأعتقد محمد صلاح يلعب في أي حتة في العالم. لكن أعتقد هو يعني البريميال ليج الأفضل لمحمد صلاح. انتقاله حتى لو ريال مدريد باريس سان جرمان. أعتقد مش هيكون بهذا يعني التقلق لمحمد صلاح. عايز أعرض لحضراتكم من خلال طبعا التقارير اللي بتيجي. يمكن رواتب لعبي ليبربول المتواجدين يمكن فيه القائمة. هنلاقي محمد صلاح في المركز الثاني. يعني فان دايك. طبعا اللعيب الهولندي والمدافع. أفضل مدافع العالم. هو في المرتبة الأولى. هيجي بعد كده تباعا في ساديو مانيه. بتتكلم على يعني هنبص للقائمة هنلاقي أسماء كبيرة جدا. لكن زي ما بقول لحضراتكم محاور التعاقد الاحترافي بشكل احترافي بعيد شوية عن العاطفة. لها محاور كتير جدا. منها المحور اللي بكلم حضراتكم عليه. إن التجديد لمحمد صلاح بطلباته قد تؤثر من وجهة نظر ليبربول على التعاقد أو تجديد التعاقد مع فان دايك. مع ساديو مانيه. لأن محمد صلاح هيوصل يكون من خلال طلباته هيكون أكتر واحد يعني بياخد سالري أو القيمة التعاقدية هيكون للأكبر في الفريق وبالتالي في عملية توازن شوية. على الجانب الآخر أنا بنقل لحضراتكم الأجواء اللي في إنجلترا. في بعض الناس أو بعض يعني الخبراء هناك بيتكلموا على نقطة تانية خالص بتقول إن محمد صلاح لازم يحس ولازم يشعر أن ليبربول كمان كان هو يعني يعني مش هقول السبب في تعلقه لكن جزء كبير من تعلق محمد صلاح ووصوله اللي ما فيه هو كان داخل ليبربول. وبالتالي على محمد صلاح إنه كمان يحسب الجزئية دي إن الليبربول هو اللي كان من أسباب تعلق محمد صلاح لإن ليبربول زي ما بقول لحضراتكم يمكن في خلال الأربع خمس سنين اللي فات وكان فيه تعلق كبير جدا على مستوى البطولات على مستوى البريما ليج والشامبينز ليج فبيقولوا إن كمان محمد صلاح لازم يقرب شوية وياخد فيه اعتباره إن ليبربول كان يعني جزء كبير من تعلق محمد صلاح قدام حضراتكم طبعا بن ضايك طبعا المهاجم الهولندي ده الراتب السنوي 11 مليون وربعمائة واربعين ألف جنيه سترليني بيجي كمان الكنتارا طبعا في المركز التاني متساوي مع محمد صلاح في الراتب السنوي بعشرة مليون وربعمائة ألف جنيه سترليني ويجي بعد كده اتباعا عندنا أرنولد بتسعة وعندنا فورمينيو بتسعة ويجي فابينيو بتسعة ويعني تتواصل الأرقام لسبعة وسبعة وسبعة على مستوى أليسون بيكر على مستوى هندرسون على مستوى ميلنر كمان ده بياخد 7 مليون و280 ألف جنيه سترليني في السنة زي ما أقول لحضراتكم الجزئية ديت اللي بتكلم عليها إن محمد صلاح في المركز التاني ما يطلبه محمد صلاح إن هو يكون في المركز الأول وده حقه لكن عايزين نشوف كمان يعني في بعض الأرقام إن الناس يعني سادي ومانيه بياخد خمسة مليون يعني سادي ومانيه بياخد خمسة بنتكلم على أسماء كبيرة جدا جدا بنتكلم على ماتيب جويل ماتيب بياخد خمسة جوتا اللعيب الرائع بياخد أربعة سبعمية بنتكلم على جوميس بياخد تلاتة مليون وتسعمية بنتكلم كمان على الأسماء فيليبس فيليبس بياخد تلاتة مليون وتلتمائة وستين ألف فزي ما بتكلم مع حضراتكم فيه فوارق كتيرة جدا جدا وفيه محاور زي ما بقول لحضراتكم التعاقد مع نجم كبير بحجم محمد صلاح لها محاور كتيرة جدا جدا أنا على المستوى الشخصي أنا بقول للمحمد صلاح من حق أن يطلب أكبر راتب في ليبر بول بدون نقاش ده من خلال تقلقه من خلال أرقام من خلال أداءه للمحمد صلاح طلباته تكون مجابة ده إحنا لكن على مستوى التعاقد في ليبر بول زي ما بقول لحضراتكم الاحتراف الحقيقي بنتكلم على محاور كتيرة جدا جدا أنا في وجهة نظر الشخصية يعني من خلال رؤيتي من خلال متابعيتي هناك أن محمد صلاح هيكون متواجد في ليبر بول بعقد محترم جدا محمد صلاح ممكن هو طلباته حوالي 400 ألف جن سترليني في الأسبوع قد تصل ل350 ويكون محمد صلاح متواجد لكن زي ما بقول لحضراتكم أن عملية التفاوض مع محمد صلاح بتمر بمحاور كتيرة جدا جدا لكن محمد صلاح يستحق عن جدارة أنه يكون يعني على مستوى العالم على مستوى العقود أفضل لعب في العالم حاليا ويكون ليه طبعا يعني زي ما بنقول كده جوهرة ظهر في الكرة العالمية ومحمد صلاح ابن مصر بيكتب يعني حروف من دهب وتاريخ من دهب مش بس في البريميالليج لكن على مستوى العالم إن شاء الله محمد صلاح كمان هنناقش ده من خلال طبعا حلقتنا هنا في المحترف هل محمد صلاح فرصه للحصول على البلندور موجودة في بعض الناس بعض وكلاء الأنباء العالمية بتقول بقيت فرصه كبيرة جدا على الجانب الآخر بيقولوا لا قد يكون محمد صلاح خارج يعني الشورت ليست أو المتواجدين في الفوز أو الاستحقاق البلندور كل ده هنناقشه في حلقتنا هنا في المحترف حلقة إن شاء الله تكون مميزة جدا جدا نطلع للفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نستقبل دفنا الناقض الرياضي محمد الباز في المحترف أهلا بحضراتكم مرة تانية يسمحوا لي أرحب بضفنا النهاردة في المحترف الناقض الرياضي محمد الباز عشان نتكلم عليه على الكلاسيكو ومش على مستوى إنجلترا بس لكن كان في مباريات وديربي على مستوى العالم كله ويمكن أكيد هنركز على نجمينا الكبير محمد صلاح ومبارات الكلاسيكو الرعية ما بين ليبربول والمان يونيتد محمد مساء الخير عليك مساء الخير كابتن هاني نورنا نور حضرتك أنا مساء قلنا بصفة عامة كده شفت الجولة التاسعة كلها ازاي في البريمير ليج ويعني استمرار طبعا نجاح ليبربول والشيلسي في طبعا الفوز ويعني صدارة البريمير ليج لكن بنظرة عامة كده على الجولة التاسعة من البريمير ليج يعني بنظرة عامة على الجولة التاسعة كانت جولة ساخنة جدا زي ما حضرتك قلت التوب سري تيمس في البريمير ليج المان سيتي والشيلسي ليبربول والمحافظة على الاستمرارية بالفوز يعني لا هزيمة حتى الآن في التسع جولات أو التسع مباريات الأولى شفنا طبعا مباراة كبيرة جدا الشيلسي أمام نورش سيتي كان سبع صفر واسكور قاسي جدا طبعا مدربين لاتنين ألمان ويعني خرج التخل وأبدأ أسف يعني بعد الهزيمة السقيلة على نورش سيتي طبعا شفنا مباراة كبيرة جدا المان سيتي أيضا أمام برايتون كان أربع واحد سكورز عالية جدا وكان أبرزهم طبعا فودن لاعب رائع واعتقد هيكون ليه مستقبل كبير جدا ليبربول والاستمرارية في تحقيق يعني انتصارات وسكورز كبيرة جدا شفنا المباراة الأخيرة طبعا أتكلم عليها والعالم كله تداول المباراة أمام المان يونيتد كان المباراة السابقة أمام برايتون وكان خمسة صفر برضه استمرارية السكورز والخمسات المتتالية مع يوروين كلوب وكتيبة يوروين كلوب ومو صلاح جولة ساخنة جولة مهمة المنافسة مازالت يعني نارية ما بين الثلاث فرق اللي قلناهم مان سيتي وشيلسي وليفربول وأتوقع أن البطل برامري ليج هذا العام سيكون واحد منهم أكيد وبالتالي قد يكون منافس قوي على الشامبيونس ليج هذا العام انت شكلك كده خلصت كمان على المان يونيتد انه يعني خارج لكن خلينا نتكلم بالتفاصيل شوية عن المباراة الكبيرة جدا 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 احنا المباراة بالنسبة لنا مصرين وكعرب يمكن لها طابع خاص يعني كان كلاسيكو من طابع خاص أول مرة بيكون الكلاسيكو محمد صلاح متواجد أمام رونالدو المان يونيتد أمام طبعا ليبر بول وطبعا هنتكلم طبعا على أرقام صلاح والأداء الرائع لكن شفت المباراة دي ازاي من النواحي الفنية واكتساح طبعا برقم كبير جدا خمسة سفر ليبر بول بيفوز على المان يونيتد طبعا يعني زي ما حدتا قلت كلاسيكو قوي ديربي الفريقين دول يعتبر زي عندنا كده في موصل أهلي والزمالك هناك في الجلترا مان يونيتد وليبر بول مباراة لها حسابات كبيرة الجمهير كلها في انتظار المباراة أي حد بيحرز أي أرقام أو أهداف أو سكورز بتتكتب في التاريخ لأنها مباراة كمة مباراة كانت نارية بكل تأكيد من ناحية الفنية والتكتيكية استطاع ليفر بول استطاع يورجون كلوب فرض شخصيته وسيطرته على اللقاء منزل بداية وهدف مبكر ثم يعني أربع صفر فيه شوت واحد ده هزيمة كبيرة جدا أول مرة تحصل في تاريخ المان يونيتد شفنا سولشاير أنا بعتبره يعني زي لاعب بليستيشن مبتدئ أمام الدراع والتلفزيون ما قدرش أنه يسيطر أنه يفهم التركيبة شفنا دايما ما فيش تنصيق ما بين خط الدفاع دم ما بين مجواير أو شو بعض الناس محمد بيقولوا على مجواير يمكن كان عليه هالة إعلامية كبيرة جدا خلال السنة اللي فاتت بعض الوسائل الإعلام كانت بتوصفهم من أفضل لعبي خط الدفاع في العالم ده كان دلوقتي ظهر بشكل بشكل أعتقد هكون فيه بعض الانتقادات على مجواير وأداء ومع المان يونايتد وعايزك تشرح الجزائي دي هل مجواير أو خط دفاع المان يونايتد هو المسؤول ولا هي منظومة وتاكتك غير صحيح تتعامل بيه سول شاير مع المباراة هو منظومة وتاكتك تتعامل بيها تتعامل بيها سول شاير بشكل غير مظبوط فنيا مع المباراة كلها لأن التخبط في خط الدفاع ما بين مجواير وشو مش بس خط الدفاع شوفنا برضو ما بين حتى كريستيان ورونالدو وولد يعني صحيح كان فيه عدم التنصيق عدم الانضباط حتى في المشاط السابقة شوفنا برضو حتى سانشيو اللاعب الكبير اللي جاب عادوا مبرح على الدكة يعني فيه تخبط فيه تخبط فيه عدم استكرار فني في الخطوط ليه يعني سانشيو من الصفقات الكبيرة جدا جدا يمكن المان يونايتد لاعب كبير جدا مش في السن لكن فيه الأداء جاي من دورتموند من مبلغ كبير جدا ولكن اشتراقاته في المباريات بتبقى قليلة وجهة نظر كان عليه علامات استفهام على سول شايري سوء بوزيشنينج من وجهة نظري من سول شاير لسانشو سانشو كان مكسر الدنيا مع دورتموند سانشو جاي بمبلغ كبير 80-85 يعني مليون باون فرقم ضخم فما تمش استغلاله بالشكل الصحيح البوزيشنينج مرة عليه جناح عيسر مرة جناح أيمن فيه تخبط ما بينه ما بين وود حتى ما بينه ما بين بوكبا في بعض اللقاءات هاجي كمان بوكبا محمد لكن خلينا نشوف أرقام وإحصائية مباراة طبعا الكلاسيكو ما بين ليبربول ومنشستر يونايتد وفوز طبعا ليبربول بخماسية كبيرة جدا جدا هنتابع معك الأرقام هتكلم معك برضو على بوكبا بشكل كبير الأرقام يعني بتتكلم يعني كان فيه فيه زي ما بقولك قبل ما نشرح الأرقام عايز أكلمك على كمان على يورجن كلوب يعني يورجن كلوب والأداء القوي جدا يمكن قال كلمة يمكن حاجلها من خلال حلقاتنا أنه هو ما كانش عايز يقصو على جماهير المان يونايتد لكن طبعا طبعا خمس أهداف مقابل لشيء الفرص كمان على مستوى الفرص ليبر بول 11 فرصة قدر يحرز منها خمس أهداف مقابل 8 فرص للمان يونايتد لم يحرز منها أي هدف الأهداف المتوقعة كانت أكيد لصالح ليبر بول 2.9 مقابل 1.8 للمانشستر يونايتد الاستحواز لصالح ليبر بول بـ 59% التمريرات الصحيحة نسبة التمريرات لصالح طبعا ليبر بول بالنسبة 91% مقابل 81% للمان يونايتد التصويبات على المرمى كذلك ليبر بول 16 تصويبة منها 8 ما بين القائم والعارضة مقابل 11 للمان يونايتد منها 3 ما بين القائم والعارضة 6 عرضيات ليبر بول 14 عرضية لمانشستر يونايتد 3 يعني ركنيات ليبر بول 6 للمان يونايتد الأرقام دي بتدل على شيء محمد أنه كان فيه اكتساح بمعنى الكلمة على مستوى الفرص على مستوى التزديدات على مستوى النتيجة كمان عايز عايز أخذك للجزئية بتاعة بوكبة واضح جدا كمان أن عدم اشتراك بوكبة من بداية المباراة كان ليه تأثير على أداء بوكبة بعد ما نزل وزي ما شفنا كلنا المباراة أنه كان عصبي جدا لدرجة طبعا عمل فاول وخد الكارت الأحمر بوكبة فين من منظومة من بقاله فترة يعني الكلام الكتير على انتقاله لريال مدريد وكان فيه كلام سمعناه وقاريناه في الصحافة العالمية أصبح مشتب نفس الكلام بوكبة والتخبط ما بين وبين السانشو زي ما قلنا هو للأسف هو ده الجاب هو ده المشكلة اللي مش قادر سول شاير يسيطر عليها في أرض الميدان وبالتالي احنا شفنا مباراة لما نزل كان طبعا متعصب كان متوتر بزهنين مفيش هو كمان محمد كان بيتكلم هو بيقول إزاي نعود على دكت الاحتياطي وأنا جزء كبير جدا أنا لعيب في منتخب الفرنسي بيأدي بأداء أكتر من رائع مع منتخب فرنسا وكان جزء كبير جدا جدا من فوز منتخب الفرنسي حتى من خلال دوري دوري أكثر من عمل أسست في هذا العام مع محمد صلاح يعني ستة أو هو سحام صلاح سبعة هو ستة أسست لا لعب بيفرض سيطارته والليه دور كبير جدا في جميع الأهداف في مشاركاته لمساته لا هو مفروض يكون رمانة الميزان ولكن البوزيشن وعدم استغلال الموهبة والكوة لعند بوكبا بدأ سببها الأساسي من وجهة نظره هو سولشاير أيضا تخبط كبير يا كابتن هاني يعني أنا من وجهة نظره شفت إن بوكبا نزل مبارح تقريبا متعمد إن هو ياخد انذار أو طرد أنا شفت التوتر الكبير اللي حصل هل ده أنا مش هينفع أعد عدك أو الكلام اللي تداول رد فعله بعد ما أخد يعني بعد ما أخد الطرد ما تحسش أنه زعلاء يعني الزبط دايما اللعيبة اللي بتاخد طرد وبتحس أنها قلبها على قلب الفرقة بتحس أنها زعلاء نوية خارجة البودي لانجوش بتاع بوكبا نبارح بيحس أنه خلاص يعني أنا مش فرق معايا بمعنى صحيح الصورة التانية كمان صورة الدكة اللي كانت قاعدة في الماني يونايتد واللعيبة اللي محبطة بشكل كبير جدا جدا أكيد في صدمة لأن النتيجة كبيرة جدا جدا وكمان على مستوى الأمل في العودة ما كانش موجود كمان كل دوة أعتقد يعني علامة استفهام على لغاية دلوقتي بنتكلم على بقاء سولشاير على رأس الإدارة الفنية كاركتر يعني فين الكاركتر فين شخصية القائد بس الروح عند اللعيبة ده سولشاير مفروض يعمل الكلام ده على الخط شوف نام بارح واقف تقريبا بيتفرج على المباراة زي وزينا مع يعني ملامح الحصرة والزعل على وشه لكن كان خارج هو كمان شخصيا خارج ذهنيا عن إدارة المباراة تكتيكيا وده سبب أساسي هو من بداية الهدف الأول ثم الثاني خلاص الأربع صفر في الشوت الأول يعني جريمة يعني هزيمة موزلة لسولشاير وطبعا بالتالي أثر طبعا على السير أليس قاعد يعني في المدرجات شوفناه حزين جدا الهزيمة مبارح مش بس عملت انتفاضة وحزن على جمهير اليونايتد كاملة لا ده كل الناس يعني حتى الإدارة حتى مباراة للنسيان طبعا هزيمة سكيلة جدا لو هتكلم بالأرقام والإحصائيات يعني أول مرة تحصل حاجة زي كده في التاريخ هزيمة صحيح يمكن كان موقف صعب جدا جدا للسولشاير المدير الفني للمان يونيتد على الجانب الآخر كان فيه سعادة وريدة كامل طبعا يورجون كلوب وأداء فريقه في هذه المباراة والفوز بخماسية كبيرة على المان يونيتد نشوف محضراتكم يورجون كلوب قال إيه بعد هذه النتيجة الكبيرة والفوز على اليونيتد بخمس أهداف مقابل لشي قلت ذلك من قبل آخر شيء أريده هو أن أكون الآن في مكانه في تلك اللحظة لأن هذا هو الحال تماما في هذه اللحظات عندما تقسر مباراة ديربي على وجه الخصوص وهذا حدث لي أيضا أنت لا تريد الخروج إلى هناك إلى منطقة المقابلات وإجراء كل هذه المقابلات والإجابة على كل هذه الأسئلة لذلك بالتأكيد ليست ليلة سعيدة بالطبع تجاه سولشاير وهذا أمر واضح أمام المرمى في الثلث الأخير كان استثنائيا كنا جيدين كنا قساء ضغطنا العالي كان رائعا لقد فزنا حقا بالكرات في مناطق رائعة وكانت تشكيل في المقدمة وكل هذه الأشياء التي تريدها لكي تراه كمدرب كان رائعا حقا الفرق الآن هو أنك عادة لا تسجل في كل موقف لديك إلى حد كبير ولكن هذا ما فعلنا بتقدمنا بأربعة أهداف دون رد وفي وقت مبكر من الشوط الثاني تقدمنا بخمسة أهداف دون رد وبعد البطاقة الحمراء انتهت المباراة محمد زي ما احنا شفنا ويتكلم كمان في بداية المؤتمر انه هو بيقول هو فعلا يعني مش هقول له اللي بلغة الكرة صعبان عليه صل شاير وبيقول له موقف صعب جدا بعد الهزيمة بهذا الكم من الأهداف في ديربي ومباراة كبيرة من الصعب على المدير الفني منه بيخرج للصحفيين ويتكلم في مؤتمر صحفي ده جزئية تكلم عليها لكن الجزء الآخر تكلم على الأريحية وانه هو كان يعني بعد طبعا التقدم بأربع هدف في الشوط الأولاني بالنسبة له المباراة كانت منتهية مش دي عقلية الألمان يعني انا بختلف مع شوية اوف عند النقطة اللي قالها كلوب ان بعد الطرد انتهت المباراة وده اللي شفناه فعلا بعد الهدف الخامس حفظ محمد صلاح بدأ يموت اللعب نهي ومش دي الماينسيت اللي بيفكر بها الألمان هو ألماني ولكن هنا العاطفة دائما ده معروف عن يورجن كلاب شوية العاطفة بتاخده انه هو حد يعني عاطفي على العكس لما بنشوف هانس فليك ولا حتى يعني خالفته ناجلسمان ومدربين الألمان حتى تخل مع تشيلسي 7-0 وزعلان لا زود لا افتح مباراة هو تعاطف مع المباراة تعاطف مع سونشاير وانا ك يعني مشجع ومشاهد المباراة يعني كان نفسي المباراة تفتح اكتر يعلي لسكور اكتر لانا مباراة للتاريخ قولنا قبل كده ان هي كمة دربي مهم بأي احراز انا بتتفي معك خاصة الألمان على مستوى لما بيكون في مباراة زياد هو بالنسبة له اي ان كان المنافس هو بيلعب قادر تكسب 5-6-7 وشوفنا الكلام ده مع باير مونيخ كتير في المواقف يعني يورجن كلوب شعور جماهير اليونايتد شوفنا في يمكن في اخر المباراة لعبة ليفر بول مش عايزة تروح تحرز هذا لكن على الجانب الاخر الحزن الشديد جدا جدا من خلال وجه سولت شاير وعلامات الاستفهام هل يبقى سولت شاير على رأس الادارة الفنية في المان يونايتد خلال الأسبوع اللي جاية ممكن ده يكون وارد في تغييرات معينة هتكلم فيها معظيف لكن تعالوا مع حضراتكم نشوف سولت شاير قال ايه بعد الهزيمة الكبيرة أمام ليفر بول خمسة سفر بالطبع إنه أسوأ شعور تشعر أنك في الحضيض ولكن الشعور الذي نشعر به بأننا نصل إلى حيث نريد أن نكون هناك ولكن بعد ذلك في الأسابيع القليلة الماضية وصلنا إلى طريق مزدود ولم تأتي النتائج ولم تأتي العروض واستقبلنا الكثير من الأهداف السهلة وهذا مصدر قلق بالنسبة لمستقبلي مع الفريق لم أسمع شيئا آخر وما زلت أفكر في عمل الغد بالطبع كلنا ضعفة ولا يمكنني القول الآن إنني شعرت بأسوأ من هذا هذا هو أدنى مستوى لدي ولكن كما قلت أنا أقبل المسؤولية وهذه هي مسؤوليتي للمضي قدما أنا أؤمن بنفسي وأعتقد أنني أقترب مما أريد مع النادي ما فعلناه وما رأيته مع التطوير بالطبع والنتائج في الأون الأخيرة لم تكن جيدة بما فيه الكفاية يجب أن أقول وهذا أمر يثير الشك في ذهن أي شخص على الأرجح لكن يجب أن أبقى قويا وأؤمن بما كنا نفعله مع الجهاز الفني واللاعبين محمد في الأهل والسول شاير بعض المناطق اللي هو الغايد دلوقتي يعني في بعض الناس تقول لك لو أي حد أو أي مدير فني ممكن جدا هو اللي من نفسه يقدم استقالته بعد النتائج الأخيرة لكن من الواضح أنه هو لسه مآمن أنه ممكن يرجع تاني بشكل أفضل من خلال تعارب مشوار كمان اليونايتد خلال الأسبوع اللي جاي مشوار صعب جدا إذا كان على المستوى البريمير ليج هيلعب توتن هام وقال له حتى على مستوى الشاملز ليج شفت التصريح ده إزاي وردود أفعاله إزاي يعني هو بيحاول بشكل دبلوماسي يطمن نفسه بيزرع أو يعيد السقة في نفسه هو شخصيا قبل التيم وبيوصل رسالة لجمهير اليونايتد لكن ما حدش هيستحملك ما حدش يصبر عليك تاني سلشير خد كل السابورت من الإدارة حتى الأسبوع الماضي في آخر أربع لقاءات عنده ثلاث هزايم وتعادل سلسلة أو سلسال من الهزايم ومن النتائج السيئة جدا خد كل السابورت كابتناني حتى ماديا يعني أنفق أموال 145 مليون بس محمد كمان رغم الموقف الصعب جدا جدا في سلشير لكن في الفيديو لو معنا ده كمان أنه هو راح للجماهير وتفاعل معهم وقرب منهم بشكل كبير جدا ده دي ثقافة ثقافة معينة أعتقد سلشير حتى كان فيه لقطة بعد نهاية المباراة وخارج للدريسنج روم كان فيه مش الجماهير كلها لكن جزء كبير من كبير كمان من الجماهير كانوا بيسقفولوا ثقافة مختلفة عايزة نقول لو الكلام ده حصل يعني هنا في مصر وفيه درب كبير ممكن المدرب أعتقد ممكن ما بيروحش البيت يعني بياخد الحربية يستنى الجماهير كلها تمشي ويبدأ يروح لكن حتى اللقطة دي أعتقد كمان بتدل على ثقافة 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 نتمنى أن نحن نوصلها أنه رغم يعني الهزيمة لكن سلشير بتواصل لسه مع بعض الجماهير اللي بتطلب منه أنه يمدونه معلقة جرامية صحيح يعني ده ثقافة الجمهور اليونيتد جمهور عظيم دايما بيسبورت دايما وراء فرقته دايما بيوصل رسائل اللي احنا معكم يعني زي ما بيقولوا كده بالمصري على الحلوة والمرة ثقافة كالتشر هو يعني لازم يدي الزبورت كجمهور بيدي الزبورت لأخر اللحظة شوفتها طبعا التحية والصور اللي بعد اللقاء ده ليس له علاقة بالنتائج والهزام فقط لا في تعاطف في سبورت في سولشاير زي ما قلنا أخذ كل السبورت من الإدارة 145 مليون يورو تم انفقهم يعني جاب تسع صفقات أبرزهم طبعا طلعا الصفقات العرفين يعني سانشو زي ما قلنا 85 مليون باوند جاب فاران ب40 أو 45 طبعا ثم رونالدو ب20 أو 25 مليون يورو فلا يعني انت خذت كل السبورت ده مش مشروع يعني كوما على العكس مع برشلونا نقدر نقول رغم النتائج الهزيلة والضعيفة ومحب البارسة طبعا في يعني ثورة هجومية على كوما أنا شايف ممكن أقول أن ده مشروع بيبني فريق لكن على مستوى اليونايتد لسه يعني عايزة طبعا عايزة بطولة وعايزة إنجازات وعايزة نتائج لكن خلينا نتكلم كمان على الثقافة أعتقد كمان الناس بتشتغل لآخر لحظة كمان على مستوى ثقافة اللعيبة الأفارقة اللعبوا في الفريمير ليج دروكبة دروكبة كمان بيبعث رسالة تهنئة وبيقول الملوك الجدد يظهرون طبعا كلنا عارفين طبعا محمد صلاح دلوقتي أصبح أفضل أو أكتر اللعبين الأفارقة تسجينه في الفريمير ليج بمية وسبعة هدف طبعا قسر رقم دروكبة بمية واربعة هدف فعايز أقول كمان اللعيبة للأفارقة حتى اللي بتخرج وتعيش في الأجواء دي بيكون عندها هذه الثقافة أن دروكبة اللعيب الكبير يعني من أفضل اللعيبة اللي جم في تاريخ القرى الأفريقية أنه بيقدم تهنئة لمحمد صلاح وبيصف محمد صلاح بالملك وبيقول الملوك الجدد يظهرون طبعا ده كناية عنه ظهور محمد صلاح برقم قياسي جديد صلاح بيتفوق على طبعا دروكبة شيء برضو التويتة دي ازاي من دروكبة طبعا مهمة جدا ده ساب بورت يعني ملوك بيسلموا ملوك زي ما بيقولوا دروكبة يعني شيء اللفتة فيها روح رياضية ودعم كبير جدا للملوك الجدد وصلاة يعني الملك المصري صلاح وصوله المية وسبعة هدف ده رقم إنجاز كبير جدا كلنا فخورين به يا تيماني طبعا وصل للمية وأعتقد برضو فرصه في تهديف كبيرة ما نيل فترة الجاية دروكبة على مستوى كلاعب أو مستوى كشخصية دروكبة هو معروف يعني لعب يعني دايما دايما باللاقيه في كل المواقف بيدي صبورت لكل اللاعبين مش بس محمد صلاح صحيح كل لعبة الأفارقة وخلينا نتكلم بصراحة كمان محمد إن محمد صلاح أكبر الناس كلها على احترامه أكبر الناس كلها على مصندته خلال الفترة اللي فات وزي ما أقول لحضراتكم محمد صلاح بين الصورة صورة جميلة جدا جدا لللاعب لللاعب العربي واللاعب الأفريقي زي ما حضراتكم شايفين دي التويتر اللي نزلها دروكبة وبيقول الملوك الجدد يظهرون دي طبعا رسالة من دروكبة وصورة كمان دروكبة مع محمد صلاح ومع سادي وماني وهو يأس دول الملوك القادمين وخاصة يمكن بعد كسر محمد صلاح لرقم القياس بكل تأكيد هما لعبوا مع بعض دروكبة زامل محمد صلاح في آخر أيام دروكبة مع تشيلسي بزرط وما جاش في باله أنه هو ده الملك القادم اللي طوج على عرش البرايمر ليج كلاعب أفريقي أو مصري محمد صلاح بيكتب أرقام طبعا للتاريخ الجميل في محمد صلاح طبعا كل الناس بتتكلم كابتنان دلوقتي على أرقام وإحصائيات محمد صلاح أنا أعتقد الشارع المصري أطفال كبار سيدات رجال يعني تقريبا حفظين دلوقتي أرقام محمد صلاح عارفين هو فين من كل رقم من كل نقطة في الدورية صحيح صحيح أكيد هنتكلم على محمد صلاح بتفاصيل كتيرة جدا وإرقام محمد صلاح والرسائل كمان اللي يعني بيرسلها محمد صلاح من خلال تواجده دلوقتي وإثبات إنه هو الأفضل في العالم حاليا هنعرف كل ده مع حضراتكم بعد الفصل أهلا بحضراتكم مرة تانية وعشان نتكلم على الدربيات في يعني البطولات الأوروبية المختلفة وعن تقلق محمد صلاح وعن مصير سولشاير وعن حاجات كتيرة جدا جدا في الكرة العالمية والأوروبية معانا عبر سكايبة نيكولا باليتشي ده طبعا المدير القسمة الرياضي بصحيفة كوريا دل سبورت الإيطالية بنرحب بي من خلال زوم مساء الخير عليك أسف عبر سكايبة معانا مساء الخير للجميع ومساء الخير على جمهور قناة الأهلي بنرحب بيك وفي قناة النادي الأهلي وطبعا أكيد خلال يمكن اليومين اللي فاتوا تبعت بشكل كبير كان فيه ديربيات كبيرة جدا على مستوى القرى الأوروبية إيه أكثر ديربي كنت مهتم بالمشاهدة من خلال إزبال كنت مهتم بالمشاهدة ديربي ديربي إنجلترا على أكثر مشاهدات بارسلونة بارسلونة ما بين بارسلونة كريستيانو كريستيانو وفقك في الحديث بمعهم الأضواء صلاح ما زال يفعل الأشياء الخارقة والأشياء المستحيلة ليس فقط بالأمس صلاح أكثر من عامين يصنع المجد ويصنع أشياء خارقة كما صنعها ميسي وكريستيانو وعبر قناة الأهلي أقول لك أن صلاح قريب جدا من أن يتوق بجائزة كبيرة يستحقى هذا اللاعب المصري الموهبة المصرية الذي يقدم أداء عظيم هو أقدم أيضا أداء عظيم مع روما وفيولا كنت نسى أسألك السؤال ده إيه الفرق ما بين صلاح روما وصلاح ليبربول أنت شايف التطور الكبير في الأداء ومقارن ما بين صلاح روما وصلاح ليبربول صلاح تطور في ليبربول بطريقة كبيرة جدا لأن اللاعبين في ليبربول ككواليتي وكأداء أفضل من كواليتي اللاعبين في روما رغم أن صلاح كان يلعب مع أسماء كبيرة في روما لكن الكرة الإنجليزية أفضل من الكرة الإيطالية أسرع من الكرة الإيطالية الكرة الإيطالية أكثر تكتيكا لكن لعب مساء صلاح يمتلك السرعة ويمتلك الأداء والدريبلينج الأفضل لذا صلاح تطور في ليبربول نشأ في روما لكن تطور في ليبربول أكيد تطور على مستوى الأداء كان كبير جدا لمحمد صلاح لكن خلينا أتكلم كمان معك طبعا أنت المدير القسم الرهادي في جريدة كبيرة في كورية الاسبورت الإيطالية وبعض الرومرز وبعض الأنباء بتقول لي يمكن كونتي طبعا المدير الفني السابق للإنتر مرشح ليكون خليفة سول شاير في المان يونايتد في حقيقة الأمر هذا الشيء أهم جدا هناك بعض الأنباء التي تربط أنتونيو كونتي بتدريب منشيسر رينايتد في هذه الأيام خاصة بعد الأزمة وبعد القسارة المزلة بالأمس لمنشيسر رينايتد على منعب الأول ترافورد وكتشه حتى السير أليس فرغوسون لكن أنتونيو كونتي قريبة جدا واقتربة من تدريب منشيسر رينايتد لكن الأمور لم تنتهي بعد هناك بعض التصريعات أنتونيو كونتي تحدث مع الصعبة الإيطالية هو قريب بالفعل من تدريب اليونايتد قريب بالفعل ويمكن كان فيه ديربي كمان قوي جدا جدا ما بين أليجري وما بين طبعا على سبيل طبعا الإدارة الفنية ليوفينتوس وعلى الجانب الآخر كمان فريق الإنتر بقيادة إنزاجي طب شفت هذه المباراة زي والتعادل واحد واحد هل كانت تعادل عادل أم كان الإنتر هو الأحق بالفعل بهذه المباراة الإنتر واليوفي كانت مباراة كبيرة جدا لكن لم يكن ديربي إيطاليا كما كنا نشاهدوا بالأمس الصحفيين والإعلاميين والمحللين عندما كاموا بتحل المباراة بالأمس لم يتحدثوا بالكثير عندما كنا نتحدث عن ديربي إيطاليا وأنت كنت لاعب في أوروبا وتعلم مدى ديربي إيطاليا العظيم بين الإنتر واليوفي التعادل كان عادل خاصة من مستوى اليوفي بالشريط الثاني لكن سيمون إنزاجي يقدم عمل كبير مع الإنتر لكن الإنتر غير كثيرا في المباراة والليجرس حق التعادل على مستوى طبعا السريا وتنافس شديد جدا ما بين ثلاثة أو أربع فرق على مستوى كبير لو نتكلم على نابولي نتكلم على الميلان والإنتر ويوفينتوس شايف من خلال الأداء هذه الفرق ويمكن نابولي يمكن كمان الانطلاقة القوية في الدور الإيطالي شايف مين يكون الأقرب يمكن سؤال بدر شوية لكن مين الأقرب للحصول على السريا السندي في بداية اللوسكوديتو وبداية الدور الإيطالي كنت أتوقع أن الانتر كان يحسم الأمور لكن نابولي يقدم أداء رائع وأفضل فريق في إيطاليا هو بالأمس تعادل مع روما في أول مباراة لكن التحدث عن بطل إيطاليا مبكر جدا التحدث لكن هناك مؤشرات المؤشرات تقول أن نابولي قريبة جدا وإذا استمر نابولي بهذا العطاء وهذا المستوى سيحصل على الدور الإيطالي الميلان قريب لكن اليوفي يبقى لكن إذا كنت تريد ترتيب نابولي الميلان الإنتر ويوفي لكن اليوفي يبقى مرشح الأمور مهمة جدا في الأيام القادمة اليوفي في المركاد الشيط سيقوم بعمل مركاد كبير وسيحاول يعود للمنافسة طبعا يبقى الدور الإيطالي من أفضل الدوريات على مستوى العالم ما فيش شك وجود أربع فرق يتنافسه بقوة على السري آ ده طبعا بجانب أكيد طبعا السقة وطبعا عودة الكرة الإيطالية على السحة العالمية من خلال الفوز بلييرو 2020 ده كمان بيدل أن الكرة الإيطالية في تقدم كبير جدا لكن خلال إحصائية قدامي عايز أسألك أن الدوري الإيطالي بيعتبر أكثر الدوريات في الخمسة طبعا الكبار اعتمادا على المحترفين الأجانب ونسبة المواطنين أو نسبة اللاعبين الإيطال في الدوري الإيطالي لا تتجاوز 35% هل ده لتأسير إيجابي أو تأسير سلبي على الكرة الإيطالية وعلى المنتخب الإيطالي هذه المشكلة كبيرة يتعاني منها إيطاليا وهو وجود عدد كبير من الأجانب في الدوري الإيطالي ولهذا لدينا المشاكل كبيرة جدا في المنتخب الإيطالي لكن روبرتو منسيني كاما بيصانع العديد من الجواهر الإيطالية أمسال نيكول بارييلا وأمسال كيزا وقام بجلب هؤلاء اللاعبين من بعض الفرق الصغيرة وقام بعمل توليفة كبيرة لكن وحييك على هذا وزيم ملاحظة ليست عديد من الصحفيين والمحللين يلاحظوها أن هناك عدد كبير من اللاعبين الأجانب وخارج الدول الإيطالي لكن إذا ما تحدثنا عن هذا هذا سببه كبير جدا وسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيطاليا واللاعبين الإيطاليين يفضلون الآن الخروج إلى إنجلترا وأسبانيا من أجل الحصول على الأموال اللعب من أجل الشعار أصبح قليل وضئيل إذا المواهب عندما تندق مواهبة تتم خروجها خارج إيطاليا أكيد ما فيش شك قبل ما أسألك عن حزوز محمد صلاح للحصول على البالندور السنادي عايز أسألك عن طموح الشعب الإيطالي في كأس العالم القادمة يعني طبعا بعد يعني غياب المنتخب الإيطالي عن مونديال 2018 هل طموح وأمال الشعب الإيطالي في الحصول على كأس العالم القادمة 20-22 سلاح يستطيع أن يفوز بالكرة الزابية بكل سهول لكن العام القادم وليس هذا العام لأن الشورتليست صلاح قد يخرج منها لكن العام القادم صلاح سيكون الرقم الأول وقد يفوز استمر لكن هناك شروط إذا استمر صلاح بهذه الكواليتي وهذا الأداة قد يفوز بالكرة الزابية بدون مرشح لكن إيطاليا إذا ما سألتني عن إيطاليا كأس العالم يبقى حلم لكن إيطاليا مرشحة بالفوز نيكولا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا كان طبعا مدخلة ثرية جدا جدا هنا في قناة النادي الآلي بنشكرك شكرا جزيلا عاية واجدك معنا في المحترف هو قال جملة طبعا غياب محمد صلاح في الشورتليست ويمكن في بعض الناس فعلا قالوا أن محمد صلاح تقلقه السنة دي مش مرتبط بالبلندور لأن البلندور عن الموسم الماضي في بعض يعني بعض الناس أو بعض النقاط الرياضيين بيقول بالرغم عن كده لكن محمد صلاح بأداءه الفترة اللي فاتت بيطرح اسمه بقوة في الشورت على الألف الشورتليست للبلندور أنت شايف الأمور راحة فين يا محمد يعني قد الكافة تروح أكتر لخروج محمد صلاح من الشورتليست بناء على معايير معينة زي ما حدتك قلت بترجع شوية على العام الماضي وإنجازات وبطولات بتساعد اللاعبين للترشح بقوة هناك أسماء مرشحة بشكل كبير جدا بتنافس محمد صلاح طبعا نحن بتمني أن محمد صلاح يكون متواجد ممكن يلعب دور كبير التطور والتواهج الكروي اللي بيعمل محمد صلاح مع كتابة أرقام وحصيات جديدة تضعو إن شاء الله مع المرشحين للبلندور هذا العام نتمنى ذلك الموضوع محاير شوية كابتن هاني لأن المعايير موضوع محاير لأن المعايير مختلفة هناك لأن محمد صلاح يعني بيقدي مع بداية الموسم أرقام قوسية كبيرة جدا جدا ده خلينا نرجع كمان للمباراة وكانت المواجهة المباشرة ما بين محمد صلاح وكريستانو ورونالدو من خلال ليبرتول ولمان يونايتد وأرقام محمد صلاح وكريستانو ورونالدو في هذه المباراة طبعا محمد صلاح يعني بحق هاترك مقابل كريستانو لم يحقق أي أهداف نسبة الأهداف المتوقعة كانت لصالح صلاح برقم كبير 1.2 مقابل 0.4 لكريستانو ورونالدو الفرص على المرمى خمس فرص لمحمد صلاح قدر يسجل منها ثلاث أهداف مقابل فرصتين لرونالدو ما قدرش يسجل منها ولا هدف صناعة الأهداف محمد صلاح واحد رونالدو لا صفر صناعة الفرص محمد صلاح 2 رونالدو ما فيش تصوبات على المرمى محمد صلاح سبع تزديدات منهم أربعة ما بين القائمة والعرضة كريستانو ورونالدو أربعة تصوبات منهم اتنين ما بين القائمة والعرضة نتكلم على التمريرات الصحيحة طبعا محمد صلاح بنسبة 92% مقابل 85% بالنسبة لكريستانو ورونالدو أرقام بتدل أن محمد صلاح يعني كان كنجل بدماء يعني كنجل بدماء ما فيش شك أنه هو كمان أرقامه بتدل على النطج الشخصية وعلى جزء مهم جدا عايزة كلمك فيه عملية السقة عملية السقة اللي اكتسبها محمد صلاح ومن خلال كمان تصرحات محمد صلاح بعد المباراة أنه بيشتغل في جزءين الجزء بيشتغل على نفسه كويس أوي لكن مش ناسي أنه هو جوه فريق كورة والكورة الجماعية فبيتكلم كل اللي بيعمله آه بيشتغل على نفسه لكن إحنا عندنا هدف جماعي وده اللي بنشوفه مع يورجون كلوب أن الفريق بيشتغل بشكل جماعي رغم طبعا يعني نبوغ محمد صلاح من خلال الأهداف والأرقام صحيح يعني هو محمد صلاح فعلا بيواصل استمراريته في التطوير أهم النقطة بيشتغل عليها محمد صلاح وده اللي قالها في تصريحه برضو هو إنهاء الهجمة صحيح لإحراز الأهداف المقارنة اللي شفناها دلوقتي مش بس بتبين أن محمد صلاح كان الأفضل أو أفضل من رونالدو في هذه المباراة فقط لا هو أفضل من رونالدو من جميع اللاعبين في التسع مباريات في التسع جولات في البرايمر ليج صحيح يعني أنا لاحظت في الإحصايات الأرقام اللي تعرضت إن كريسانو رونالدو هو صفر أيضا في صناعة الفرص منذ أتى إلى الماني يونايتد لكن في أحيان كتير أنا في اعتقاد أن رونالدو يعني كمان بيقدم أداء رائع مع الماني يونايتد العملية مش مشكلة في الأفراد زي ما بقولك هي منظومة منظومة كورت قدم الماني يونايتد محتاج في وجهة نظري مدير فني أقوى شخصية أقوى من سول شاير محتاج تنظيم أفضل من التنظيم على الشكل الدفاعي أو الشكل اللي جميل لكن كمان رونالدو تبتكر أنه كان خلال مسابقة الشامبونزليك كان سبب أساسي لوصول أو تعلي صدارة المجموعة للماني يونايتد خلال طبعا هدف أمام فيها في آخر مباراة وكمان من خلال المباراة اللي فاتت أو الجولة اللي فاتت بكل تأكيد يعني ده لا يقلل من رونالدو رونالدو أسطورة بكل المقاييس ولكن احنا بنتكلم على إطار مقارنة ما بين وما بين محمد صلاح على المباراة مباراة الأمس أو على مستوى البرايمر ليج في العام ولكن عندما نتحدث عن مقارنة بين محمد صلاح ورونالدو على المستوى العام والسنين يعني هيكون فيه فوارك كبيرة وكلنا سكة أن محمد صلاح مع الاستمرارية والتطوير اللي شغال فيه والتواهج ده قد يصل إلى ما وصل إليه رونالدو في العوام القادمة حتى مهما حضرتك قلتها كابتن هاني اللعب كمنظومة شفنا ده اتعكس يورجون كلوب بيعمل لا بيعمل الشجل بيستخدم التولز أو الأدوات كلها اللي عنده طب تعالى أنا وإنت محمد نتكلم كمان على يورجون كلوب والتولز وإزاي بيشتغل بشكل جماعي مع فرقته لكن نروح لفاصل سريع ونرجع مرة تانية مع المحترف حالا بحضراتكم مرة تانية محمد كنا بنتكلم على المان يونيتد وقدين سول شاير ما عندهوش رؤية تكتيكية بشكل واضح قد ايه ما عندهوش كرة جماعية قد ايه بيعاني من يعني مشاكل كتيرة جدا جدا على الجانب الآخر يورجون كلوب والكرة الجماعية وتقديم يعني كرة حديثة فيها أهداف فيها شكل دفاعي وشكل يدومي هجومي بتكلم على يورجون كلوب من أفضل المدربين في العالم حاليا صحيح ومن أفضل المدربين في العالم حاليا بيقدر استخدم الأدوات بشكل كويس جدا بلعب كمنظومة رائعة جدا شفنا التناسق والتناغم ما بين هندرسون ما بين محمد صلاح ما بين ساديو مانيم ما بين جميع الخطوط في المينيو أكيد بكل تأكيد يعني أنا شايف حتى لاحظنا حتى في الهدف كابتن هاني السروب باس الطويل اللي عمله هندرسون لمحمد صلاح تقريبا شبه نفس السروب باس اللي عمله محمد صلاح في المباراة برايتون ليه ساديو مانيم تحسن هي جملة ولعبة بيلعبوا عليها بيشتغلوا كمنظومة مع بعض طبعا تحت رؤية كلوب نوعه يفرض هذه الثقافة وكل الفريق يشتغل مع بعض لا احنا شايفين فرق كبير ما بينه ما بين سولشاير سولشاير عنده الأدوات عنده النجوم عنده أسماء كبيرة جدا ولكن خالي تكتكين ذهنيا فيه مشكلة ما مش عارف يستغل الأدوات بشكل أفضل ده طبعا يرجون كلوب بيساعد لعيته ان هي تكون دايما في الصدارة يعني نبصينا على صدارة الهدفين في البرامر ليج هذا العام هتلاقي كابتناني ان في التوب فور أو فايف تلاتة أربع لعبين من ليفربول محمد صلاح طبعا بيعتلي قائمة هدفين البرامر ليج بعشر أهداف عندك سادي وماني خمس أهداف في المينو أربعة وجوت أربعة فدايما متواجدين دايما فريق بيلعب على الضغط العالي بشكل كويس جدا بيلعب على الكرات العالية والمهمة محمد انك يكون عندك في الفريق مش واحد بس هدف محمد صلاح بيقوم بالدور ده بشكل أكثر من رائع لكن انت بتتكلم كمان عن مجموعة من الهدفين بشكل كبير جدا وكنت بتكلم معاك يمكن في الفاصل على الثقة اللي اكتسبها محمد صلاح وقلت لي يمكن معلومة برضو نحب نوصلها لناس ان محمد صلاح بيسجل دلوقتي دلوقتي عداد كبيرة جدا من الاهداف وان شاء الله في استمرارية بإذن الله خلال الموسم طبعا محمد صلاح بيعتلي يعني دائما بيحلق في سماء الأرقام والإحصائيات عندنا حتى مهمة جدا محمد صلاح زي ما قلنا ان احرز 15 هدف من تقريبا 12 مباراة هذا العام 11 هدف منهم كابتن هاني خارج الديار خارج الأنفل واربع اهداف داخل الأنفل ده زي ما حدتك قلت طبعا السكة التطور ما فيش فرق ما بين خارج الديار او داخل الديار بيلعب مركز زهنه مركز على ذات حكم في كورة التنوع التكتيج اللي احنا شفناه التنوع باليمين بالشمال محمد صلاح يعني وصل لنطج كارو كبير جدا حبينا نقول الإحصائية ديت محمد صلاح حتى في 15 هدف هم هدفين فقط من ضربات جزاء و13 هدف ما فيش شك طبعا محمد محمد صلاح بيكسر كل الأرقام القياسية لسه عندنا حاجات كتيرة جدا جدا في المحترف لكن بعد الفصل حالا بحضراتكم مرة تانية محمد سريعا جدا عايز اخد رأيك في حاجة قلتها في الانترو مستقبل محمد صلاح مع ليبر بول هل سيجدد محمد صلاح بطلبات محمد صلاح ولا هيكون فيه تفاوض بشكل وبآخر ليبقى صلاح أربع سنين قادمة مع ليبر بول هو الإجابة كانت في التصريح اللي قاله محمد صلاح في الانترو الأخير رمى الكرة في ملعب ليبر بول أنا أتمنى انهاء الكرير بتاعي ومسيرتي مع ليبر بول ده معناه أنه بيتوقف على التجديد العادة فيه طبعا ارتفاع القيمة السكية أو القيمة المرتب الشهري أو الراتب الشهري مقارنة بالمرتبات أو الرواتب للعبين أنا أعتقد طبعا نتمنى ان محمد صلاح يستمر مع ليبر بول ويحطم الأرقام ولكن هنا الموضوع في إيد إدارة ليبر بول مع ساب بورتي رجون كلوب بكل تأكيد أنا في اعتقادي الشخصي لو قدت مكانهم أكيد هيكون التجديد في أسرع وقت ممكن لمحمد صلاح الموضوع وين وين يعني مكسب مكسب على مستوى محمد صلاح أعتقد هذه الأجواء وهذا المدرب وهذا الفريق هو الأنسب لمحمد صلاح خلال السنين اللي جاية لمزيد من التقلق وكسر الأرقام القويسية بالنسبة لليبر بول مش هيلقوا أي حد دلوقتي موجود بكفاءة محمد صلاح في نهاية العجمات وإحراز الأهداف والثقة اللي وصلها بشكل كبير جدا يمكن كلام كان عن صلاح لكن يستحقق كتير والكتير صلاح إن شاء الله بإذن الله نتمنى له كل التوفيق والاستمرارية بإذن الله في الآيام والسنين القادمة نجد كينج ده إجيبشان كينج اللي بيشرفنا في جميع المراحل من خلال تواجده في ليبر بول وإن شاء الله أكيد مع منتخب مصر للوصول لكاس العالم محمد بنشكورك شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا شكرا كابتن هاني وإحنا دايما نظل فخورين بمحمد صلاح وما يصنعه محمد صلاح شكرا جدا وبرضو بشكر حضراتكو على المتابعة وإن شاء الله بإذن الله يوم الخميس يوم جديد وحلقة جديدة من أيام المحترف